لمناقشة التطورات الميدانية في اليمن وأيضا أفق العملية السياسية معنا هنا في الستيديو وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي معنا الوزير مرحبا بك معنا من جديد كما تابعنا في التقرير وتابعنا على مدى الأيام والفترة الماضية تصعيد في العمليات العسكرية وخاصة في المنطقة الساحلية منذ عمليات مديرية الذباب وبعدين ميناء المخة والآن هناك الحديث عن الحديدة وربما الصليف وغيرها أولا هل هذا التصعيد يهدف إلى استعادة كل هذا الشريط الساحلي هل هذا هو الهدف النهائي من هذه العمليات أعتقد أن الجيش اليمني والقيادة اليمنية والتحالف العربي الداعم للشرعية بعد فشلت كل الجهود التي بذلت من أجل السلام ودفع الانقلابيين للانخراط بعملية سلمية حقيقية وليس لإضاعة الوقت يدركون الآن بأنه ليس هناك حل غير إجبار الانقلابيين على السلام واحدة من وسائل إجبار الانقلابيين على السلام هي تحرير منطقة الساحل الذي لا زالت تقوم إيران بعملية تهريب واسع للأسلحة فيه تزود الانقلابيين بالقدرة على الاستمرار في الحرب هذا الأمر سيؤدي إلى إفقاد قدرة الانقلابيين على الاستمرار في الحرب ومن ثم سيكبرهم على الانصياع بالسلام لا ننسى بأن قوات التحالف ضربت في الفترة الباضية طائرة بدون طيار إيرانية جاءت في فترة الحرب نحن الآن في الحكومة اليمنية بصدد إعداد كل الصياغة القانونية والأدلة لتقديمها لمجلس الأمن باعتبار أن هذه الأمر يخالف القرارة 23-16 فإذا الأمر يأتي في سياق جهود الشرعية والتحالف العربي الداعب للشرعية من أجل إنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لليمان إنهاء الانقلاب هل هذا يعني مع الوزير أن هناك قرار اتخذ بمسألة الحسم العسكري في هذه المرحلة أنا أقول منذ البداية كان هذا القرار موجود والقرار الأمم 22-16 هو صادر تحت الفصل السابع ومن ثم فإذا لم يكن هناك إمكانية لتحقيقه سلما فالقرار بالحسم وارد وقد أعطيت فرصة كبيرة للسلام أثبت الانقلابين أنهم ليسوا معها ما قصدت من السؤال هل أعطيت فرصة للسلام واتخذ قرار أن هذه الفرصة أعطيت بما فيه الكفاية الآن علينا أن نذهب إلى الخطبة وهي مسألة الحسم العسكري نحن نذهب إلى الخطبة وإلى تحرير هذه البناطق أيضا من أجل السلام نعم طيب على ذكر السلام ما آخر المعلومات آخر التطورات فيما يتعلق بإمكانية استئناف المسار التفاوضي هل هناك شيء جديد ما فهمناه من سيد ولد الشيخ أحمد في مقابلة معنا أخيرا بأنه هناك مسعى لإعادة هذا المسار هناك كان محادثات من المفترض أن تجرى في عمان بلجنة التهدئة وكل هذه الأمور أين وصلت كل هذه المساعر في حقا الأمر منذ أن بدأت البساعي الدولية من خلال المبعوث من أجل السلام وكل المؤشرات تقول بأن الإنقلابين غير راغبين في السلام نحن ذهبنا إلى جنيب وذهبنا إلى بيل في سويسرا تفقنا على إقراءات بناء ثقة في ظل عدم الثقة ولم يتم الالتزام بها ذهبنا إلى الكويت وقضينا أكثر من ثلاثة أشهر دون أن نحصل على تقدم موافقة الحكومة اليمنية على كل مقترحات للمجتمع الدولي والإنقلابين رفضوا هذا المجتمع لدينا نقطة الآن يمكن الإشارة لها للتعبير عن رفضهم للسلام كنا قد اتفقنا مع المبعوث الأممي في منتصف ديسمبر الماضي بناء على خطة عرضها أن يكون هناك تفعيل لأجنة التهدي والتنسيق وعملية التدريب والتزام باتفاق موقع بالذهاب إلى ظهران الجنوب ويعادة بناء لقان التهدي المحلية ما هي المحصلة النهائية؟ لم يسموا ممثليهم حتى الآن لم يحضروا الأردن منذ ذلك الوقت شهر ونصف حتى الآن وقبل يومين قصفوا مقر الأمم وقرر اللجنة في ظهر الجنوب فتصور أن هذه المجموعة التي هي رفضة لتفعيل لجنة للتهدي والتنسيق رفضة لإدخال المساعدات إلى مدينة التعزل التي حيصرت لأشهر طويلة جدا رفضة لأي قراءات بناء الثقة كيف يمكن أن تلتزم بالانسحاب وتسليم السلاح وغيره لم يقدموا حتى الآن أي ثبات بأنهم جادين في السلام المبعوث الأممي يبدل جهود كبيرة في هذا الجانب ولكن بالمقابل لا يقدر أي استقابة حقيقية منهم غير الكلام إذن أنتم لا ترون في الأفق المنظورة على مدى الشهر شهرين القادمين أي إمكانية الاستيناف في العملية لا أعتقد ما لم يظهر من لدى الانقلابيين شيء أو متغير أساسي خلال محادثات الكويت كان يعلون ما سمي بالمجلس السياسي وشكلوا حكومة وبعدها شكلوا حكومة والعديد من الإجراءات وحالية الجانب كلها تخالف ولا تكشف على الرغبة في السلام هي محاولة تثبيت الأمر الواقع ولكن بالمقابل هم لا يدركون حتى الآن بأن شعب هذا لم يعد قادر على أن يواصل بهذا الأمر حتى في المناطق التي تحت سيطرتهم وأنهم يخسرون ولم يعودوا يتقدمون ومعركة الساحل الآن ستثبت بأنهم غير قادرين على أن يحققوا أي انتصار والقوات الحكومة تخوض معركة قرب صنعة في منطقتنا أيضا حتى صعدة في أكثر من مكان هناك معارك ومن ثم فأعتقد أنهم لا يوجد غير هذه الوسيلة لإقناع الإنقلابيين بأن السلام سيتم هل هذا ما قصدت بالمفاجآت السارة كان لك تغريدة من كم يوم تقول أن مفاجآت سارة سيشهدها الوطن لمستقبل أفضل هل هذا على الصعيد العسكري تقصد؟ على كل الصعاد على الصعيد العسكري على الصعاد أخرى الآن يعاد بناء مؤسسة الدولة من جديد الحكومة تتواجد في عدن الخدمات تعاد في أكثر من مكان الحكومة أيضا تصرف المرتبات في كل المناطق في العاصمة صلعان التي هي تحت سيطرة الإنقلابيين مؤسسة الدولة يعاد بناءها ومجلس النواب تم اتخاذ قرارة من الرئيس هادي بنقل مقرر إلى عدل وسيتم تفعيل هذه المؤسسة عام 2017 هو عام نصر وسلام للشعب اليمني بإذن الله تعالي أسألك عن عملية السلام وخطة كاري ما أصبح يعرف بخطة كاري الكثير يقولون أن هناك نافذة لهذه الفرصة والحكومة الشرعية أضاعت هذه الفرصة كما قال السيد كاري على الأقل في لقاء معنا قبل أن ينصرف من وزارة الخارجية هل بالفعل حكومة السيد الرئيس هادي أضاعت هذه الفرصة وكان أجب عليها أن تستغلها بشكل أفضل لا نعتقد أن السيد كاري أسهم في ضياع فرصة السلام كيف؟ من خلال أننا كنا في الكويت قد توصلنا إلى مجموعة من المبادئ التي اتفق عليها المجتمع الدولي كله والمبعوث ونحن أيضا حتى الطرفية المتفاوضين هناك والمتشاورين وكان الضغط على الإنقلابيين لكي يكون هناك التزام بهذه القضايا ومن ثم استئنافع العملية السلمية بشكل سريع بناء عليها رغبة الوزير كاري في تحقيق اتصار ولو سريع الذي صور له بأن إرضاء العوثيين سيحقق السلام أضع الفرصة بأن يكون هناك خطة سلام متوازنة بناء على مبادئ الكويت وعلى ما تم طرح فيها من قضايا وعلى ما توافق عليه المجتمع الدولي الثمانتعشر الدولة الرائية وقعل الحكومة اليمنية ترفض هذه الخطة لأن السلام لا يمكن أن يكون بشرعنة الانقلاب السلام لا يمكن أن يكون بأن نمنح الانقلابيين فرصة بأن يزوحوا الرئيس هادي وبأن يقوموا بتغيير الحكومة وبأن يقوموا بتغيير النائب الرئيس بمقابل لا شيء لم تتضمن الخطة بس أنتوا معالي الوزير لم تطرحوا بديل دعني أسألك سؤال حول هذا الموضوع من المشاهد هاني مسهور يقول رفضت الشرعية مبادرة رباعية ولم تقدم البديل كحل للخروج من الأزمة فكيف يمكن لحالة الاستعصاء المستمرة أن تخرج اليمن من الأزمة لا نحن طرحنا بأن علينا أن نعود لما تم الاتفاق عليه في الكويت ونبني عليه وعلينا أن نلتزم بالمرجعيات لا يمكن للسلام بدون الالتزام بالمرجعيات الثلاثة التي هي المبادرة الخليجية مخرجات الحوار الوطني والقرارة 2017 بعد هذه التضحية الضخمة التي حققها الشعب اليمني أي خطة سلام بعيدة عن المرجعيات لن تؤدي للإستمرار الحرب ولن تخلق شرعية جديدة ولكن ستدمر الشرعية الحالية وهذا سيؤدي للتبزيق اليمن إذن ما موقفكم تحديدا من مبادرة الرباعية كيف تنظرون إليها؟ أنا أعتقد أنها صارت ورانا ولكن المديل لم تطرح بديلا لذلك؟ البديل هي مهمة لأننا لدينا أفكارنا طرحنا هذه الأفكار وسلمناها للمبعوث ووافقنا في الكويت ووقعنا من طرف واحد على خطة طرح المبعوث الأممي نحن كان هناك أفكار بطروحة كثيرة قبل أن يأتي الوزير كيري الذي التقى مع الإنقلابين لخمس ساعات ونصف وذهب ليعلم بأن هناك اتفاق دون أن يكون هناك اتفاق الحكومة اليمنية من حيث الشرعية هي الطرف الأساسي في أي اتفاق في أي سلام من حيث الواقع هي الطرف المسيطر على الجزء الأكبر من البلاد من حيث الدعم الدولي هي تحظى بدعم المجتمع مجلس التعاون والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تحظى بدعم المجتمع العربي تحظى بدعم المجتمع الدول الأمم المتحدة ومن ثم فإن البديل الذي نطرحه هو واضح بأن يتم احترام الشرعية وأن يتم احترام الأولادة الشعب اليمني التي شارك فيها الحوثي من خلال الحوار الوطني وأن يتم استكمال المبادرة الخليجية من خلال استكمال ما تبقى منها الدستور والانتخابات نحن ندعو للذهاب للانتخابات وليس إلى شرعانة الانقلاب وإزاحة السلطة الشرعية بدون الذهاب للانتخابات نحن نقول أن التغيير يتم من خلال التوافق على الانتخابات والذهاب للانتخابات واستكمال ما تبقى من المبادرة الخليجية ومن خلال أن لا يكون هناك ميليشية مسلحة لا يمكن أن يكون هناك حل والميليشية قائمة وتحتل المدن إذا كانت مسألة تخلي الرئيس هذه عن السلطة تحقق كل هذه الأمور التي أشارت إليها هل ما زلتم ترفضون ذلك؟ ولم من الذي قال أن تخلي الرئيس هذه هو الذي سيحقق هذه الأمور سؤال افتراضي المناويون لكم يقولون أنتم أصريتم على الاحتفاظ بمسألة الرئيس هذه وحولتوها لمسألة شخصية هذا غير صحيح نحن نصر على تجريد الانقلاب من السلاح هذه القضية المشكلة في اليمن هي الانقلاب والسلاح وليست الرئيس هذه الرئيس هذه لم يكن مشكلة الرئيس هذه جاء كرئيس منتخب ويمكن أن يذهب بأي انتخابات يتم التوافق عليها في أقرب وقته وليكن هذا العام وليكن خلال أشهر ولكن بعد أن يتم تجريد السلاح وعولة مؤسسة الدولة الشرعية وليس قبلها أبدا مع الوزير أعتقد في أن دقيقة متبقية أود أن أسألك عن تغريدة أشرت إليها قبل فترة وجيزة لها علاقة بتصريحات السيد ترامب وقراراته التنفيذية المتعلقة بحظر دخول اللاجئين من اليمن تقول أن قرار حظر السفر لحامل الجوازات اليمنية إلى الولايات المتحدة يدعم المتطرفين ويزرع الفرقة بين الشعوب هل هذا الموقف الرسمي اليمنى؟ نعم صدر بيان عن الحكومة اليمنية عبر وزارة الخارجية اليمنية استنكر الإجراء لأنه لا يجوز منع شعب كامل وشعوب كاملة من السفر والانتقال هذا يخالف كل القوانين والعرافة الدولية وفي نفس الوقت لا يعزز العلاقات بين الشعوب ويدعم فكرة التطرف وفكرة المواجهة بين الشعوب نحن نحترم حق البلاد المتحدة الأمريكية في أن تتخذ القرار التي تريد في طارب بلدها ولكن ليس عن طريق وصم شعب كامل بأنه متطرف أو إرهابي ممنوع من دخوله من السفر أعتقد لدينا أيضا بعض الوقت أود أن أسألك أيضا عن ما طرح الرئيس ترامب فيما يتعلق بمسألة إقامة منطقة آمنة في اليمن كيف تنظرون إلى هذه المسألة وهل يمكن تحقيقها؟ لا زالت حتى الآن كل معلوماتنا تقول بأن هذا مجرد خطأ إعلامي تعتقد خطأ إعلامي من قبل رئيس ترامب؟ ربما لا أعرف أين مصدر الخطأ لكن في كل الأحوال لا يوجد مبرر ولا منطق في موضوع المناطق الآمنة في اليمن المناطق الآمنة عادة تعمل عندما يكون هناك نزوح لا يوجد هذا الأمر في اليمن بالصورة التي موجودة في سوريا عندما يكون في أعمال قتالية وهناك خطر على السكان المدنيين وهذا الأمر يكون أيضا في المرحلة في النوع الثاني عندما يكون هناك أعمال قتالية وهذا يعني منع الطائران والطائران يتم بالتحالف العربي الذي يتم في إطار الشرعية الدولية في إطار قرارات 23-16 إذن أنتم لا توافقون على إقامة مناطق آمنة في اليمن؟ بالتأكيد لا نوافق ولا نتوقع بأن هذا هو الذي دارت حول المحادثات كان المحادثات حول سوريا وليس حول يمن بين العاهل السعودي القادم الحرمين الملك سلمان والرئيس ترامب ولم يرد هذا أبدا في معلوماتنا بحسب البيانة الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض كان هذا جزء من المحادثة نحن استفسرنا الخارجية الأمريكية وقيل نربو ما كان هذا الأمر مجرد خطأ إعلام شكرا جزيلا لك مع الوزير عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمنية على وجودك معنا هنا في الاستيدي شكرا جزيلا لك شكرا